الحنيف وتعليم مبادئه وشرائعه فلا ينبغي أن تكون محلاً للصلوات فقط بل يجب أن تكون محلاً للدروس العلمية والوعظ والإرشاد من إقامة المحاضرات وتعليم كبار السن ما لا يصلح دينهم إلا به من أبواب الطهارة والصلاة والأذكار وتلاوة القرآن فتعطيل المساجد عن الدور العظيم المناطب هو ما أسفر عن فشوب الجهل في الأمة الإسلامية وانتشار سيء الأخلاق في المجتمع الإسلامي فكم من مسلمين الآن لا يعرف من العلم ما يصلح به دينه وما يعبد به ربه وَمُعْوَ مُغَلِكْ رَاجِعُونِي لَا عَدَمِ تَفْعِيلِ دَوْرِ الْمَسَاجِدِ كَمَا يَنْبَغِي مَنَدِينَ لَا أَلْسَلَمَوُ إِلَا يَنَّمِينَسِ تَفْعِي إِلَا يَنَّمَا يَنْبَغَيْةَ اَنْبَغَيْةً دَنِمْ بَجِلِيَ يَعْلِا أَلَا يُتَيَتَيَ أَلَا يَنْبَغَيْتَ تَفْنُّ تَفْتحين مِنْيَا ديَا ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر